جهود غير مسبوقة تقوم بها الدولة لتشجيع البحث العلمي والنهود بالتعليم العالي وتشجيع المبتكرين والعلماء ويأتي إنشاء الجماعات المتنوعة على رأس المشروعات التي تقنم تلك المنظومة ولسيما الجامعة اليابانية التي وفرت لطلابها جميع الإمكانيات والأدوات التي مثلت دعما علميا وأكاديميا ولوجستيا غير مسبوك حتى صاروا ينافسون السوق العالمية في مجال الابتكار والبحث العلمي في إنجاز كبير نجح فريق من طلاب نادي الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الوصول إلى الأدوار النهائية لمسابقة مني درون للطائرات بدون طيار التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في تصميم الخوارزميات الرياضية للتطبيقات الهندسية المختلفة تأهل الفريق للدور النهائي للمسابقة متفوقا بذلك على 330 فريقا من مختلف دول العالم يشارك في هذه المسابقة العالمية لتصميم خوارزمية تتبع خطيا للطائرات بدون طيار مع تعلم كيفية تصميم ومحاكاة وإطلاق الطائرات دون طيار المسابقة أحد وسائلنا لتشجيع الطلاب على تطبيق ما يتعلمونه في المحاضرة وفي المعمل نحن نطبق حاجة اسمها التعلم النشط واللي فيها الطالب بيقدر أن هو يطبق المفاهيم والأساليب والوسائل اللي بتعلمها في المحاضرة وفي المعمل في تطبيقات فعلية المسابقة أحد هذه التطبيقات ودي مسابقة عالمية شارك فيها أكثر من 300 فريق من كل دول العالم فريق الجامعة المصرية اليابانية تأهل للنهائيات وتولي الجامعة المصرية اليابانية اهتماما كبيرا بتشجيع طلابها على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات دراساتها وتقوم بتقديم الدعم الفني والمالي لذلك حيث تقوم الجامعة بتوفير كل الإمكانيات لطلابها بمعاملها التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم لدعم منظومة البحث العلمية المسابقة عموما كانت ماتوركس ميني درون وهي بتهدف أن نعمل طائرة بدون طيار وتكون بتتبع مصار معين بدون أي انحراف وتفضل تطير فوقه بالضبط والمصار ده كان اللي بيحدده حكام المشرفين المسابقة وإحنا بنحاول من جانبنا أن ندربها على أكثر من مصار يكون صعب شوية ومع ذلك المسابقة عموما كانت صعبة ومتطلبة مهارات وبنامج كتير إحنا ما نعرفهاش فإحنا في خلال 15 يوم بس إحنا نحط قط زمني في خلال 15 يوم إحنا نتعلم المهارات دي عن طريق برضو مساعدة المبادئ البحث العلمي اللي احنا تعلمناها في الجامعة هنا وبرضو الاستراتيجات المتميزة اللي احنا أخذناها هذا وتوفر الجامعة المصرية اليابانية نخبة من الأساتذة المتحصصين في شتى مجالات الدراسة بالجامعة بالاضافة إلى الأساتذة الزائرين من الجامعات الشريكة باليابان كما تحرص الجامعة على تقديم محتوى علمي متطور ومتقدم يواكب مثيله في الجامعات الكبرى في اليابان